لا تزال مدينة درنة الصامدة تعاني الويلات من خطف للمواطين والتضييق عليهم بمنع كل متطلبات الحياة من الدخول إلى مدينتهم الزاهرة ميليشيات ما يعرف بالكرامة التي حرمت على أهل درنة أبسط المقومات المعيشية وتجاهلت تعاليم الدين الحنيف وكل معاني المرؤة وكأنهم يجهرون بعقاب جماعي لأهل المدينة بكونهم حرروا ترابها من ما يعرف بتنظيم الدولة وبفعل الحصار وتشديد الخناق على المدينة يضطر السكان للخروج للمدن المجاورة لأجل التزود بالوقود واقتناء بعض الحاجيات الأساسية غير المتوفرة داخل المدينة وهنا تكتمل باقي أجزاء المعاناة فميليشيات الكرامة لم تكتفي بحصار المدينة ومنع دخول المحروقات وبعض السلع المختلفة إليها بل تعدى الأمر إلى خطف من يغادر المدينة ولم يميز في ذلك بين شخصيات سياسية أو مدنية وما بين رياضيين أو طلبة أو مسؤولين ولا أحد في منأة عن عمليات الاختطاف والتغييب القسري فالكل مستهدف ويتوقف ذلك على هوى ومزاج الخاطفين من أتباع الكرامة المفقودة معظم المخطفين لا يحملون السلاح ولا ينتمون لأي من التيارات السياسية وهذا يكشف بجلاء نوايا ميليشيات مجرم الحرب حفتر لأجل تركيع أهالي درنة وإرغامهم على الاقتداء بباقي مدن الشرق في السقوط بوحل الكرامة وهو ما يفسر تصريحات سالم الرفادي آمري غرفة عمليات المختار التابعة لحفتر والذي هدد صراحة بمنع إدخال الغذاء والدواء للمدينة في حال ما استمر أهالي درنة في موقفهم السلبي تجاه ما يسمى بعملية الكرامة فإلى متى يستمر الصمت على هذه الجرائم الممنهجة بحق المدنيين في المدينة الحالمة على سفوح الجبل الأشم أليس من المخجل أن يستمر سكان المدينة في مقاومة جباروت الكرامة الوهمية وما ترتكبه من عمليات خطف وقصف وتجويع وحصار لوحدهم دون أي دعم أو مدد يأتيهم من إخوانهم بالمدن المجاورة ترجمة نانسي قنقر